بين عمدة الدخان هذه يحاول هذا الشاب انقاذ ما يمكن انقاذه من الملابس المستعملة التي يعمل في بيعها وسط سوق البالا الواقع شرقي الموصل وذلك بعد حريق هائل حول هذا السوق أثرا بعد عين وشرد أكثر من أربعمائة عائلة تقطعت بأربابها السبل والطرق لما يجينا وصلنا تقريبا ساعة خمساعة عن بكرة به النار ما أكله كل شي على حشي الجماعة الحراس ووهل الإدارة يقولون بأنه تماسك وروباي أعرف تماسك وروباي نحن من غادر السوق أكثر من مسوية نطف السركتات كلها ونطلع والسركتات أنا يمي بصدر الساحة ما بين صدمة الواقع التي أفاق عليها أصحاب البسطيات وما بين الحيرة من أمرهم في تسديد ديونهم تشابهت تعابير الوجوه فغالبية العاملين في السوق يشترون البضاعة بالآجل ويسددون بعد بيعها لكن من سيسدد هذه المرة إذا كان المشتري حريقا التهم حتى سقائف السوق وضعية أنت تجعي تشوفها الوضعية شوان وضعية وهي أصحاب البالات كلها خطيئة من السوق أحنا الموسم ما نبس بالشتة وتعني نشتغلنا شهرين ثلاثة والعالم كلها من السوق أبدفاتر حلوة أبدفاتر هاي السقائف سواء لحسابهم أبدفاتر حلوة هذا واحد من الناس هنا ضاف أنا عارف هذا قوي هنا يعني كل ربيعة كثرة كل خميس كيات تنزل هنا بالات ترزغهم بها كلهم أصحاب عوائل وانت تشوف هذه الوضعية كلها تضرات بصورة عامة خسائر تقدر بمئات الملايين وغالبية الباعة في المكان هم من سكنة الجانب الأيمن وبعضهم كان يأمل أن يكون موسم الشتاء منقذا له من الديون المترتبة على عاتقه لكن ألسنة النار غيرت كل شيء وجعلت هذا الموسم يبدأ بهذه الصورة ما نعرف يقولون أنت ماس كاراباي بس هي الشرمون أنت ماس كاراباي فعل الشغلة حسب ما نقول فعل فاعل الشغلة ليس شرم التماس كاراباي لأن التماس كاراباي لا يستريد حريق لأن هذه كارثة وكل أصحاب عوائل كارثة تشبيرها بحقها لأن البسطات تباينت الآراء حول أسباب الحريق البعض يقول أنه تماس كاراباي وآخرون يشيرون إلى أنه بفعل فاعل أما الدفاع المدني فقال أن التحقيق في الموضوع مستمر وبلاغ اندلاع الحريق قد وصلهم متأخرا بعد أن التهمت النار أكثر من نصف السوق وما بين كل هذه التفاصيل النتيجة واحدة حتى وإن تعددت الأسباب عزلت الجهات المعنية هذا المكان وطوقته بشريط أصفر تمهيدا لفتح تحقيق في الحادث ومعرفة أسباب الحريق لكن أصحاب البسطيات يقولون أن النتائج ستكون معروفة كالعادة فهي بفعل تماس كهربائية من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا